من ذلك مثلا من القرارات وهو ليس من الرئاسي ولكن من جهات أخرى القرار الصادر قبل أسابيع قليلة بمنع ناس من السفر إلى الخارج بسبب اتهام بفساد مالي ثم صد من نفس الجهة أو من جهة أخرى قضائية الإذن لبعضهم بالسفر لمرة واحدة ثم يعود القرار كما كان هل هناك عاقل يصدق ما يجري هذا القرار الثاني ليقول يسمح لفلان ولا كذا له ممنوع من السفر ومتهم بالفساد هذا القرار الثاني ليقول يسمح له بالسفر لمرة واحدة تنقصه كلمة واحدة فقط بحيث يكون يعني أمره تمام يقول يسمح لفلان بالسفر لمرة واحدة لغرض الهروب لأنه إنسان اللي بيهرب من القضاء ومن التحقيق يكفي السفر لمرة واحدة وما يحتاج لأن تقيدها لمرة واحدة وخلاص أما سافر انتهت المسرة هذا يبقى لك القرارات الآن هي في الواقع يعني فيها إصلاحات حقيقية وإنما هي متضاربة وفي بعضها زيادة للفساد وليس حد من الفساد ترجمة نانسي قنقر